هذا التصريحات والكلام اللي منسوب لقداسة البابا توادرس كلام مهم الحياة يستحق ان احنا نتوقف عنده لانه في رأيي المتواضع اول مرة يبقى فيه نوع من انواع المواجهة الصريحة والحاسمة من الكنيسة ممثلة في قداسة البابا رأس الكنيسة المصرية لأقباط المهجر منذ سنوات طويلة جدا واقباط المهجر ليهم افكرهم وليهم مواقفهم وليهم انتماءاتهم وليهم 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 وطول الوقت كان الجدر الدائر في مصر هم اقباط المهجر دول عايزين ايه هل فعلا هم ناس وطنية ومحترمة وبتحب البلد وبتخدم البلد بره ولا دي ناس مش فارق معها البلد وبينتموا لطائرات اخرى ومتوافقين مع دول اخرى ومش عارف ايه وكلام تاني طول الوقت الجدر ده كان دائر وطول الوقت كمان كانت الكنيسة المصرية وديش هادة حق كنت بقولها يعني الكنيسة المصرية كانت تتعامل بشيء من الحكمة والحساسية والحذر في إصدار البيانات والتصريحات ومخاطبة أقباط المهجر وأنا فاكر قدست البابا شنودة الثالث لما كان بيحصل جدل كتير وخصوصا في أمريكا من أقباط المهجر في أمريكا وكذا وبعض المظاهرات بره وبعض التصريحات بره وبعض التحريط في بعض الأحيان بره ومش عارف إيه كان مش بيقول تصريحات كان بياخد بعضه وياخد الطيارة ويسافر لهم يروح يعود معاهم ويفهمهم طب انتوا عايزين إيه طب نتواصل إزاي طب يحصل إيه حقيقة الأوضاع في مصر كذا لو انتوا عايزين تخدموا مصر فعلا أنتوا وطنين ومصريين يبقى مطلوبوا واحدين ثلاثة احنا مش هسكوا بتعادل غلط بس بنحاول نعمل كذا كان بيدرها بهذه الطريقة وقلصت البابا تودرس كمان في كذا مرة قال بعض التصريحات في ذلك الاتجاه هذه المرة التصريحات ربما تكون زي ما أقول لكم حاسمة وفيها شيء من حدة اللهجة فيها نوع من اللهجة الحاسمة لما قال بابا أنا غير موافق على تظاهراتكم كده بهذا الحسم أنتم تشوهون صورة مصر داخليا وخارجيا الكلام أنا في رأيي بسمعه لأول مرة بهذه الحدة وهذا الوضوح وهذا الحسم قال إنه هذه المظاهرات تسبب لمصر ضررا بالغا وتسبب لنا صراعا مع السلطات ولا تغير من الأمر شيئا وتشوه صورة مصر الخارجية والداخلية نحن في مصر اسمعوا الكلام ودقته نحن في مصر أقدر على التعامل مع مشاكلنا وأحداثنا وأرجوكم رجاءا خالصا من أجل المسيح منع هذا التصرف غير المقبول من كل كنائسنا القبطية في الولايات المتحدة الأمريكية بوم المتحدث باسم الكنيسة المصرية بولوس حليم مساء الخير وأهلا وسهلا مش معنا على التليفون طيب التليفون واضح إنه قطع معلش نحاول نجيبه تاني لأنه الكلام الحقيقي يحتاج إلى مش شرح هو أعتقد إنه شرح نفسه لكن هو يحتاج إلى تحليل للخطوات القادمة من الواضح ومن الظاهر طبعا أنا مش عايز أدخل في النواية بس من الواضح بناء على هذه التصريحات وهذا البيان الكنسي الصادر على لسان البابا توادرس إنه في نهج مختلف في نهج مختلف في أسلوب مختلف ستتبعوا الكنيسة المصرية في التعامل بعد كده مع التصريحات أو التحريضات أو المظاهرات التي يقوم بها بعض أقباط المهجر وأنا لا أحب التعميم طول الوقت طول الوقت بعض أقباط المهجر للأسف بيخربوا في البلد معناها إن البعض الآخر وطني ومحترم زي ما أنا بقول هنا بعض المصريين اللي شهيلين الجنسية المصرية بيخربوا في البلد في حين أن الغربية العظمى وطنيين ومحترمين إذن نحن في حاجة الآن إلى توضيح من الكنيسة المصرية إيه شكل التعامل المستقبلي اللي هتعملوا الكنيسة مع أقباط المهجر وحتتتعامل إزاي مستقبليا مع مثل التحريضات والتصريحات اللي إحنا سمعنا عنها في الأولى الأخيرة اللي طول الوقت بتبع عايزة تستطفل مال عكرة خدوا بالكم التصريحات دي ما بتطلعش في الأحوال الهادئة المستقرة لما حصل حدثة المينيا ووقعت المينيا ووقعتها مش عارف حصلت فين تاني بنسمع التصريحات دي اللي هي طول الوقت عايزين يسكبوا أو يضلقوا بنزين على النار المشتعلة فأنا الأوان أني توقف لهم وقفة بالمرصاد وحسنا جدا فعلت الكنيسة المصرية بهذه اللهجة اللي ما بتسمحش فرصة لللي عايزين يستطفل مال عكرة الحقيقة أنا محترم جدا هذا الموقف من الكنيسة وزاد من احترامي للكنيسة في موقف كثيرة جدا وأنا يمكن المصطلح المشهور بالنسبة لي أن الكنيسة المصرية طول الوقت هي قلعة أو مدرسة الوطنية المصرية ترجمة نانسي قنقر